قتل ستة أشخاص وأصيب واحد وستون أخرون جراء اشتباكات بين الجيش السوداني وقوة الدعم السريع في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور بغرب السودان وذلك بحسب ما أعلنت نقابة أطباء السودان المركزية النقابة في بيان صحفي لها قالت إن عدد الضحايا الذين وصلوا إلى مستشفى الفاشر الجنوبي جرى الاشتباكات الدائرة في المدينة منذ ظهر أمس الأحد بلغ ستة حالات وفات وإحدى وستين إصابة بينها إصابة لطبيب أثناء تأدية واجبها المهني ووفقا لآخر إحصائية لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فقد أدى النزاع المسلح إلى مقتل ما يزيد عن 12 ألف مدنيا